الناس اللي بتخاف من ربنا بتبقى حريصة على تصرفتها جداً في أوقات الخلاف لأن في أوقات الفراق تظهر معادن الأخلاق والانفصال مش نهاية الدنيا بالذات لما يكون فيه متعلقات متعلقات مالية أو أولاد وهنا فيه سؤال محير أعمل إيه أنا من جانبي للحفاظ على العلاقة سوية عشان لو فيه متعلقات سواء اللي قدامي حريص أو مش حريص وهنا عايز أقولك على كلمتين ربنا تكلم عنهم في الانفصال هم دول اللغة بتاعت الانفصال عند الناس اللي تعرف ربنا قال تعالى فإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف معروف يعني ما تعرف عليه الأسوياء من الأخلاق الحسنة ده اسمه كده يعني عيش بالمعروف يعني نتفارق بالمعروف إيه المعروف ده اللي الناس المحترمة تقول عليه ديه الناس دي أخلاق أحلو والآية التانية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان قالوا يعني إيه إحسان؟ قالوا يعني عطاء يليق بك لا يتوقعه الطرف الآخر أثناء الفراق طرف الآخر يشوف مني سلوكيات أحلى من العشرة الأسوية بيعملوا كده ناس النضيفة بتعمل كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أوقات الانفصال كان فيها آيات حواليها فيها وعيد وتهديد قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله بص المستقبلك دي مش نهاية الدنيا تعيز ربنا يفتح عليك وعايز ربنا يفتح عليك في الجي ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله يعني يتوكل على الله يعني يعطي الإكرام أحسابه على الله لو قدامي يستاهل ولا ما يستاهلش مش دا الموضوع أنا بفعل ما أرى أن أنا أهل لي ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال في الآية التانية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أنت محتاج التوفيق والتيسير في المستقبل بقولي كلام دا ليه؟ بقولي كلام دا عشان أشجع كل إنسان في مرحلة انفصال أو حصل الانفصال على الإحسان وأنه دي ما تكونش نهاية الحياة بالذات لو فيه متعلقات وإحسن حرتك إنك تبقى اللي بتبادر دايما بالأحسن ليه؟ فاكر حديث النبي إذا التقى المؤمنان فتى صافحة نزلت عليهما مئة رحمة تسعة وتسعون على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه إحنا عايزين نعمل كده مش عايزين يبقى التفكير يا أقصى اليمين حبايب يا أقصى الشمال موت بعض وبالذات بفكر الراجل لو أنت عايز تخلي العلاقة سوية خد بالك جدا من الجانب المالي المتعلقات المالية أنت عارف أن الفلوس اللي عند الراجل لمراته اللي انفصل عنها دا دين ولو الراجل مات بتقسم بتدفع الأول للمرأة قبل تقسيم الميراث وسيدنا النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فالراجل اللي مطلع عينين الست ده كان متجوزها على إرشين وهو قادر خد بالك قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم في حرج أمام النبي يوم القيامة لو بتاكل الحقوق لو عايز تحافظ على العلاقة سوية خد بالك من حتة لي وهقول للستة على حاجة كمان لو عايز تحافظي على العلاقة سوية خد بالك من علاقة الأب بالأولاد لأن غالبا بيبقوا الأولاد مع الست وهنا بيفقد الأولاد ثقتهم في المستقبل لما يلاقوا الست وراجل بيتخنقوا عليهم ويفتكروا الأولاد أنه هم سر المشكلة فيفقدوا ثقتهم في نفسهم إحنا اللي خلينا البيت يبوز وكأن الأولاد عبارة عن عصايا بنضرب بيها بعض إن شاء الله تتكسر حد عشان كده مهم جدا ناخد بالنا لو في متعلقات ستة متأثرش في حتة انتظام الأولاد في مروحهم لأبوهم لو عايز العلاقة يبقى فيها سلاسة والحاجة الأخيرة عشان العلاقة تستقر قوي 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 ويبقى فعلا زي ما الملك سبحانه وتعالى أمر تسريحهم بإحسان مش نتكلم على بعض في ظهرنا كلام وحش خلينا كده نحافظ على الأعراض وكان بيننا أسرار وكان بيننا مواضيع خلي كل واحد كده إيه؟ البير بتاعه مقفول وأحلى كلمة اختراعها المصريين ما حصلش نصيد يمكن بحفظ هذا العرض وحفظ هذه الأسرار اللي ما بين الاتنين المتجاوزين ربنا يكتب في المستقبل شيء تاني تمنى الناس اللي حيرونا بتقول أعملي عشان أحافظ على العلاقة بعد الانفصال يكونوا خدوا خلاصة ريح البال